والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها يشتاقون لزيارة بيت الله الحرام حتى يقوموا بتأدية المناسك التي أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن القلوب والأجساد تعلم أن الذي يذهب إلى هذه البقعة الطيبة المباركة تغفر له الذنوب والآثام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرنا بذلك فقال من حج ولم يفسق ولم يرفس رجع كيوم ولدته أمه أي عاد إلى بلده وإلى وطنه خاليا من الذنوب خاليا من الآثام لأنه شاهد الكعبة بقلبه قبل أن تقع عليها عينه لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى هذا الشوق وهذا الحنين إلى بيت الله الحرام يوجد في قلوب كل من يؤمن بالله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا دائما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام ويطوفون حول الكعبة المشرفة ويتابعون بين الحج والعمرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنوب والآثام فقال فيما رواه الإمام الترمزي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه البشرى يفرح بها أصحاب الأموال الذين أعطاهم الله المال ولديهم القدرة البدنية على الذهاب إلى بيت الله الحرام فماذا يفعل من لا يجد المال أو يجد المال ولا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام أو لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء يحرمون من هذا الثواب هل هؤلاء يحرمون من ثواب الحج والعمرة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي أنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لجميع الناس للعالمين أي لكل من خلقه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن هناك أناس من أمته صلى الله عليه وسلم فقراء لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام فمن شفقته صلى الله عليه وسلم ومن رحمته سن لنا عبادة قليلة في العمل وفي الوقت إذا قام بها الإنسان أخذ هذا الثواب بل وبشره صلى الله عليه وسلم أن هذا الثواب يكون كاملا من الله سبحانه وتعالى فما هذه العبادة الإمام التلمزي يروي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشم ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة 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 تأمل هذا الحديث وهذه البشرة المحمدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك أن الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في زمة الله في رعاية الله في كنف الله سبحانه وتعالى من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله أي استمر في حالة العبادة بعدما أدى الفريضة يذكر ربه سبحانه وتعالى بالذكر والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قراءة القرآن الكريم أو مدارسة كتب العلم أو غير ذلك من الأمور التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى وربما يصل الإنسان الفجر في جماعة ثم يخرج من المسجد إلى بيته وهو يذكر ربه سبحانه وتعالى ويستمر في حالة الذكر إلى أن يصل بيته ويقوم بالذكر فلا يحرم من هذا الأجر العظيم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ ثواب الحج والعمرة تامة 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 لماذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يؤكد أن هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذه العبادة القليلة في هذا الوقت القصير الذي يستطيع الإنسان أن يقوم به في كل يوم ويأخذ هذا الثواب وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة